أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي نروح لترند الأهلي ونشوف السوشيال ميديا كتبت عن الأهلي خلال الساعات الأخيرة أول حاجة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي قائد كبير وحارس عاملاق صورة الشناوي ومكتوب في إيها دائما مكان حاضرا في الموعد وفرص الرهان الذي يحافظ على قيم وسوابت الأهلي طبعا هو دعم مهم جدا من الحساب الرسمي للنادي الأهلي وهي رسالة لجمهور الأهلي خلال الفترة اللي جاية ثقة في حراسة المرمى دعم الحارس الأول لمنتخب مصر والنادي الأهلي الكابتن محمد الشناوي وأيا كانت الأخطاء اللي ممكن تحصل لأي حارس في العالم بتبقى كبوة لكن لا خلاف على إمكانيات وقدرات محمد الشناوي فبالتالي نتمنى أن الفترة الحالية تنتهي بسرعة والشناوي يقدر يرجع بسرعة للمستوى وإن شاء الله نهارده بدءا من مبارات سموحة نشوف الشناوي اللي كان موجود قبل كده وأتمنى برضو السوشيال ميديا ما تتكلمش كتير في الجزئية دي لأن ده بيحصل مع أي حارس في العالم وأي لعب في العالم دايما بيتعرض لكبوات وبوط في المستوى أنت بتلعب مطشاط بقى لك سنة 2-3 بشكل متواصل الشناوي لعب كل البطولات اللي ممكن أي حد يتخيلها يعني لعب بطولة إفريقيا للأمم لعب دولة أبطال إفريقيا مع الأهلي لعب كاس عالم أندية لعب كاس عالم في روسيا سافر مع المنتخب الأولمبي ولعب أولمبيات تا توقيو لعب كل المستويات في السنين اللي فاتت نروح لحساب يلا كورا بتكلموا على التشكيل الأهلي المتوقع مفضلة بين السلية وفتحي وتلت تغييرات أمام سموح طيب مبدأيا كده السلية خلاص خرج برنا القيمة طبقا لللي قاله معانا سبيننا كريم أحمد لكن التشكيل المتوقع الشناوي علي معلول ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمد هاني ديانج مفيش بقى السلية ممكن يبقى حمد فتحي حسين الشحات أفشا طاهر محمد شريف نروح كمان لكورا بلاص وبيتكلموا على الخبر اللي قالوز منا كريم أحمد الأهلي يستبعد بدر بنون وثلاث آخرين أو ثلاث لعابين آخرين قبل مواجهة سموح الكلامة على السلية بدر بنون محمد محمود ومحمود متولي وبرس تاوحون عبدالقادر ولويس ميكسوني ومحمود واحد بالتأكيد هم مش موجودين في القائمة أصلا ما سفرش اسكندرية لأنه هم مصابين ولسه مش هلحاول مطشط في التوقيت الحالي حساب في الجول بيقوله خبر في الجول استبعاد عمر السلية من مباراة سموحة لإرحته بسبب الإجهاد وخروج بدر بنون من القائمة رغم جهازياته من الناحية التوبية استبعاد عمر السلية لإرحته بسبب الإجهاد ده بالتأكيد تأكدنا كلنا منه إن السلية لعب مطشط كتير ومعدل مباراة السلية الفترة الأخيرة كبير جدا وبالتالي كان محتاج جراحة على أقل يريح مطش ويريح كمان مباراة بترجيت ممكن يريح مطش الكاس كمان مع بترجيت السبت الجاي لأن السلية مش الأهل بس السلية بيلعب مع الأهل ومع المنتخب السلية لعب طلط العرب في الدوحة لعب مع الأهل كاس عالم أندية لعب مع الأهل دورة أبطال إفريقيا لغاية نهاية المشوار يوم 30 مايو لعب كاس أمم إفريقيا مع المنتخب دور 16 إكسترا تايم دور 8 إكسترا تايم قبل النهائي إكسترا تايم النهائي إكسترا تايم فبنتكلم أن المنتخب لو لعب 7 مطشات زي أي فرقة بتلعب في البطولة الإكسترا تايم ده يخلي المنتخب لعب مباراةين كمان زيادة عن كل الفرقة فبالتالي السلية يعني بزل مجهود كبير جدا على مدار السنة الأخيرة بشكل لا يتخيله أحد فبالتالي يريح النهاردة عشان ما يتعرضش لأي إصابة وكمان غالبا ممكن كمان يريح مباراة بترجيت في الكاس طيب نروح لحساب اليوم السابع وبيتكلموا على القيمة التسوقية ما بين فريقي الأهلي وسموحة صفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك قالوا أن الأهلي بيتفوق على سموحة في القيمة التسوقية الأهلي 31.850 ألف طبعا 31 مليون يورو رقم كبير جدا يمكن أكبر رقم في الفرق الأفريقية مش المحلية بس وسموحة 5 مليون يورو وتسعمية وتمانين ألف فرق شاسح نحن بديتكلم في أكتر من خمس ستة أضعاف لكن على فكرة في أرضية الملعب الأرقام ذي كلها ما بيبقاش لها معنى ولا هدف ولا قيمة لأن في النهاية أنت 11 لاعب ولي بيبزي المجهود أكبر في الملعب هو اللي بيقدر يكسب شوفنا قبل كده منتخم مصر بيلعب قدام إيطاليا والبرازيل وفرع عالمية كبيرة قيمة التسوقية فرق شاسح ومع ذلك بتقدر لعبتنا تعمل مباراة كبيرة حتى مع الفرق الإفريقية في 2006 كنا باللعب كودفوار والكاميرون ومنتخبات كبيرة وما كانش ساعة عندنا إلا محترف ولا اتنين والقيمة التسوقية كانت كبيرة لكن المنتخب عارف يكسب فالأهل النهاردة بغض النظر للأرقام دي لازم يركز ويبزي المجهود كبير في مباراة سموح طيب الوطن الرياضي بيتكلموا على المريكات القادم وانتقالات في الصيف مصدر في الأهلي تأكد رحيل سناي أجنبي في نهاية الموسم والكلام على استقرار على رحيل بدر بنون ولويس ميكوسوني الانبارح أنا قلت أريد خبر إن بدر بنون فيه عرض جايله من قطر عرض رسمي لا لأن الأهلي ما أعلنش إن فيه أي عرض رسمي تلقاه من أي نادي قطر يليه التعاقد مع بدر بنون ممكن تكون فيه مفاوضات شفاهية وارد ممكن يكون فيه مفاوضات على زيادة القيمة الصفقة وارد لكن اتجاه أو قرار رسمي الأهلي يعلنه بخصوص بدر بنون لسه مش دلوقتي بدر النهاردة مش موجود في القايمة هل الأمر هيكون متعلق بقى بالمريكات القادم بدر مش هيكمل ده هنشوفه خلال الساعات اللي جاية بالنسبة لويس ميكي سوني أنا بأكد للجميع لويس ميكي سوني إذا راحل عن الأهلي في مريكاته الصيف بنسبة كبيرة جدا ممكن يعود من جديد إلى سيمبا التنزاني صفحة رسمية للوطن بتتكلم أن فيه إمكانية لعودة لويس ميكي سوني إلى نديه السابق سيمبا التنزاني وأعتقد بقى ممكن يبقى فيها التفاوض بس في النهاية كل الملفات دي مش هيتم حسمها بنسبة مؤكدة إلا لما يتولى المدير الفني الأجنبي قيادة الأهلي خلال الساعات اللي جاية عشان على الأقل يبدأ يشوف القايمة اللي معاه مين يستحقه أن يكمل مين الأفضل أنك يتم تسويقه مين الأفضل أن يتم إعارته كل الأمور دي بالتأكيد لازم تكون تحت رؤية الجهاز الفني الجديد اللي يقود الأهلي خلال الساعات اللي جاية آخر حاجة وحساب يلا كورة بيقولوا مصدر ليلا كورة الأهلي لم يحاول ضم منتصر الطلبي طبعا هنا بنتكلم على مدافعة منتخب تونس وفريق روبين كازان الروسي منتصر الطلبي بيتكلموا أن الأهلي بيفاود منتصر الطلبي وفيه عدد من مواقع يتكلمت على كده لكن النهاردة الحساب الرسمي يلا كورة على تويتر من خلال مصادر أن الأهلي لم يفاود ولم يحاول ولم يناقش أصلا فكرة انضمان منتصر الطلبي خلال الفترة اللي جاية دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات والتفاصيل اللي موجودة من خلال السوشيال ميديا بخصوص الآن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعضه ونكمل بقى فقرات برنامج الترند